بحث وزير المالية سالم بن بريك خلال اللقاء المشترك في العاصمة الأردنية عمان ضم نائب السفير مدير التنمية في السفارة البريطانية لدى بلادنا كريس بولد وعبر تقنية الاتصال المرئي نائب رئيس دائرة شؤون الاقتصادية والسياسية في السفارة الأمريكية لدى بلادنا كريس بولس تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن وتعزيز أوجه التعاون وتنسيق المشترك بمختلف المجالات لا سيما الاقتصادية ودعم القطاعين الاقتصادي والمالي وتناول اللقاء بمشاركة رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة البريطانية جوسلين وولر والمسؤول الاقتصادي في السفارة الامريكية نار داو وممثلين عن وزارة المالية والسفارتين البريطانية والامريكية والوكالة الامريكية للتنمية بحث عددا من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والخدمية والتنموية وأبرزها الدعم المعلن من جانب الأشقاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والموازنة العامة للدولة العامي الجاري 2022 وتطرق اللقاء إلى جهود عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بدعم إقليميا ودولي والسياسات والأولويات لمعالجة الأوضاع خلال المرحلة المقبلة وأهمية دعم الاحتياجات المؤسسية والفنية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها وتحدث الوزير بن بريك حول مجمل القضايا والأوضاع على الصعيد الوطني وآخر المستجدات الاقتصادية والسياسية والأوضاع العامة مستعرضا أبرز الاحتياجات المتطلبات اللازمة لتعزيز مواصلة النهوض بوزارة المالية وجهات التابعة لها مؤكدا أهمية مواقف وجهود الأشقاء خصوصا في دول الخليج والأصدقاء وشركاء الحكومة في المجتمع الدولي من خلال الإعلان عن تبني تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز تنفيذ توجهات قيادة المجلس الرئاسي والحكومة بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والإدارية وتنمية الموارد العامة للدولة فيما جدد موثلوا الجانبين البريطاني والأمريكي التأكيد على مواصلة تقديم المزيد من الدعم بخصوص بناء القدرات المؤسسية والبشرية للقطاع المالي بموجب مصفوفة بالاحتياجات والأولويات